على الجانب الفني في إطار طبعا استعدادات المباراة الأهلي والزمالك طبعا ريني فيرال مدير الفني للفريق قاعد النهاردة معه وعمل محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق الماران طبعا الماران طبعا دايما على استاد التيتش طبعا محاضرة فنية بيشرح فيها فيرال اللعيبة الفريق بعد الجمل التكتيكية بعد المهام لكل لعيب قبل تنفيذ الخطة بشكل إن شاء الله يكون موفق في المباراة أتكلم طبعا المدير الفني مع لعيبة الفريق عن دور كل لعب وطبعا أكد جدا على أهمية مواصلة الانتصار وده شيء مهم جدا وزي ما بقول دايما إن شاء الله الأهلي بطل الدوري وكمان بدون هزيمة ده شيء مهم جدا عشان النادي الأهلي بإذن الله يحسن كمان بطولة الدوري بدلي إن شاء الله بدون هزيمة وكمان يبقى عنده استعداد على شكل أفضل للبطولة الأفريقية طب أنت كابتن هيني خطة مباراة كتير قوي للأهلي والزمالك انت شايف النهاردة الاستعداد الخططي والبدني أو الفني إزاي يعني إحنا هو طبعا قبل 48 ساعة دايما قبل المباراة بيكون فيه تأكيد على النواحي الخططية يعني الجانب البدني بيقل شوية الاستعدادات البدنية الكيرف بينزل شوية طبعا للمباراة خلاص على الأبواب فبيكون كل التركيز على الجوانب الخططية إذا كان على الشكل الهجومي على الشكل الدفاعي بيكون فيه ترايل ماتش أو تأسيمة بلغة الكورة من خلال التأسيمة دي المدير الفني بيصحح بعض الأخطاء وبيرتب أوراقه فده مهم جدا وكمان بيبدأ على الجانب الخطط أنه بيقعد مع الفريق وبيعمل محاضرة بالفيديو بيتفرق كمان على مباراة أو بيكون أي مباراة خدها أي منافس يعني يعني لو طبعا هلعب الزمالك بيكون في القاتن فيديو بيصور كل مناطق الضعف والقوة في كل فريق والفريق بيشوفها وبيتابع معهم فده يعني ده طبيعي جدا وأعتقد فيلر بيقوم بشكل بشكل أكتر من رائع على يعني تحضير قبل المباراة مراقب جيد مراقب جيد وبيحضر بشكل كويس دي حقيقة